بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أيامكم سعيدة ونحن نقترب من أيام شهر رمضان الخير نسأل الله سبحانه وتعالى نوفقنا نحن وإياكم لصيامه وقيامه إن شاء الله تعالى هذا الحرز الوارد عن المولى علي بن أبي طالب عليه السلام لا تتركه ولو مر واحدة اقرأه في اليوم لماذا؟ لأن له أثر سريع أسرع من البرق في قضاء الحاجات فهو يقيك من الحسد ويقيك من الخوف ويوفقك في كل عمل تنويه هذه العبارة جدا مهمة في حياتنا بأن هذا الحرز ماذا يفعل؟ هذا الدعاء ماذا يفعل؟ يوفقك في كل عمل تنويه بإذن الله كل عمل تعمله وتنويه بإذن الله اقرأه مرة صباحا مرة مساءا وجرب وسترى فيه كل الخير خصوصا في الكفاية والنجاح والموفقية والرزق والبركة وتسهيل كل أمر متعسر ليس هذا فقط بل ذكر علماؤنا الأعلام عن المولى علي بن أبي طالب عليه السلام بأن هذا الحرز من الأحراز التي إن قرأتها قضيت لك كل حاجة خلال أيام قليلة فلذلك ثابر عليه واصبر عليه واضب عليه ثابر عليه وسأفتجد بأن أمورك تتغير أحوالك تتحسن سريعا والذي هو في بدايته بسم الله الرحمن الرحيم احتجبت بنور وجه الله القديم الكامل وتحسنت بحصن الله القوي الشامل ورميت من بغى علي بسهم الله وسيفه القاتل اللهم أغالبا على أمره ويا قائما فوق خلقه ويا حائلا بين المرء وقلبه خل بيني وبين الشيطان ونزغه وإلى آخر الدعاة الذي سأضعه لكم إن شاء الله تعالى في صندوق الوصفة برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام